قررت لجنة أمن ولاية كسلا في اجتماعها اليوم برأسة والي الولايات الأستاذ آدم جماع آدم البدء الفوري في تنفيذ قرار الرئيس الجمهورية المشير عمر البشير القاضي بفتح الحدود الدولية بين السودان وإريتريا ابتداء من غدا الأحد الذي كان قد أعلنه الرئيس خلال زيارته للولاية الخميس الماضي وقال مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة ياسين محمد حسن مدير شرطة ولاية كسلا إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات إلى جانب قرار فتح الحدود ووقف على الأسباب الحقيقية لحرائق المحاصيل الزراعية بمحلية حلف الجديدة التي سوف تجد الحلول لازمة لإيقافها وشار إلى أن اللجنة قررت أن تباشر جميع المدارس بمحلتي الأساس والثانوي في الولاية الدراسة ابتداء من غدا الأحد